أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن دعمها قبرص بعد إعلان سلطات القبارصة الأتراك عن إعادة فتح جزئيا لمدينة فاروشا المهجورة بهدف إعادة توطينها وهو ما أثار انتقادا شديدا من قبل القبارصة اليونانيين كما أعلنت الولايات المتحدة إدانتها المشروع الذي أعلن عنه أو أعلن عنه الرئيس التركي رجب طي بردوغان لإعادة فتح فاروشا الأزمة القبرصية تتصاعد من جديد مع مرور الذكرى السابعة والأربعين للإعلان عن إنشاء جمهورية شمال قبرصة تركية هو الإعلان الذي أتى على أثر الغزو التركي للجزيرة عام 1974 تاريخ تشير أنقرة إلى أنه يمثل بداية لتحرر الجزيرة من القبضة اليونانية الأزمة الجديدة بدأت أولى فصولها مع توجه الرئيس التركي رجب طي بردوغان إلى قبرصة الإعلان عن إعادة فتح بلدة فاروشا هذه البلدة الساحلية التي كانت في السابق منتجعا يتوفد عليه القبارصة والأتراك واليونانيون أيضا ورغم أن الإعلان عن افتتاح هذا المنتجع سياحيا لا يمثل قيمة كبيرة في ظل زمن كورونا وتأثر الحركة السياحية بهذا الوباء إلا أنه مثل أهمية سياسية وهو ما دفع بالكثير من المؤسسات والدول لانتقاد الإعلان التركي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أعلن أن بلاده تدين الخطوة التركية موضحا أن واشنطن تعمل مع شركاء يشاطرونها رأيها في التعاطي مع الأزمة معتبرين أن الخطوة الأمثلة الآن هي إحالة هذا الملف وما يرافقه من خطوات تركية إلى مجلس الأمن الدولي تركيا بدورها سرعان ما ردت على الوزير الأمريكي معلنة تمسكها بحل يقوم على دولتين في قبرص الاتحاد الأوروبي لم يقف بعيدا عن الأزمة حيث عبره أيضا عن قلقه لإعلان أردوغان معتبرا أنه غير مقبول الاتحاد حذر من إعادة فتح فاروشا من جديد خاصة أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تصعيد لافت في تلك الأزمة المعقدة منذ عقود عبرت مصر عن قلقها من الخطوة التركية بشأن تغيير وضعية منطقة فاروشا بقبرص بالعمل على فتحها جزئيا وأكد بيان صادر عن الخارجية المصرية ضرورة الالتزام بقرارة مجلس الأمن بهذا الصدد ودع البيان إلى تجنب أي أعمال فردية تؤدي إلى تعقيد الأوضاع وتزيد من مقدار التوتر مناشدا لالتزام الكامل بمسار التسوية الشاملة للقضية القبرصية وفقا لقرارات الشرعية الدولية بحسب البيان ومن اسطنبول ينضم إلينا طاه عودة أوغلو الباحث في الشأن التركي والعلاقات الدولية أهلا بك سيد طاه في البداية ربما السؤال الأبرز حول هذه الخطوة التركية لماذا الآن؟ كيف نقرأ التوقيت في ظل ظروف اقتصادية وسياحية؟ ربما غير مغرية إن صح التعبير لفتح قطاع سياحي متعب بسبب كورونا في بداية حياتي لك أستاذ زاهر والأستاذ المشاهدين من دون شك أعتقد الخطوة التركية والزيارة التي يقوم بها رئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى شمال قبرص هي تأتي بعد محادثات جرت أو مفاوضات جرت خلال الأشرة الخيرة الماضية وخاصة في إبريل الماضي في جينيف لإيجاد حل لهذه المشكلة القبرصية لتسويت هذه الأزمة ولكن هذه المبحثات فشلت ولم تحقق أي نجاح لاحظنا أن هناك كان هناك تصعيد خلال الفترة الأخيرة الماضية من قبل اليونان وحتى قبرص وتحشيد دول الأتحاد الأوروبي ضد تركيا على الرغم من أن الأشرة الأخيرة الماضية شهدت حالة من التهدئة إن صح التعبير في الخطوات التي أقدمت عليها تركيا اللهجة والجلوس على الطاولة والحوارات والتي دفعت بعض الدول الأتحاد الأوروبي وخاصة في القمة التي عقدت في حزران الماضي إلى عدم فرض عقوبات على أنقرة بل بالعكس تم هناك ملح تركيا مليارات الدولارات لدعم السوريين على سبيل المثال وأيضا الاستمرار في العلاقة التركية الأوروبية ولكن كما أشرت لك لاحظنا أن هناك تصعيد يوناني وخاصة أن هذه الزيارة وهذه الخطوة من قبل أنقرة تم قراءتها من قبل الأوروبيين واليونانيين والقبرص من زاوية مختلفة وهي بأن هناك مخاوف عودة التوتر من جديد فيما يتعلق بموضوع التنقيب عن النفط لطالما أكد رئيس التركي رجل طيب أردوغان بأن جزيرة قبلس وقبلس التركية على وجه الخصوص يعني هي يجب أن يكون لها حقوق فيما يتعلق بأسروات الشرطة المتوسط هذا من وجهة نظر التركية لو سمحت لسيد طاها لكن ردود الأفعال الدولية سواء من واشنطن من بروكسل من اليونان كما قلت من قبرص نفسها يعني كبيرة جدا وربما أكبر حتى من الحدث نفسه من وجهة نظر بعض التقارير لأي درجة اليوم أنقرة قادرة على التصدي أو على رد الهجمات إن صح التعبير على كل الجبهات فيما يتعلق بالانتقادات الموجهة لها إزاء هذه الخطوة يعني أنا أكدت لك في البداية أنقرة هي خاصة فيما يتعلق بالأزمة القبرصية مباحثات أو مفوضات جرت في إبريل الماضي وأيضا رجعني إلى الوراء في عام 2004 كان هناك خطة كوفي عنان والتي يعني هي فشلت طيلة السنوات الماضية لإيجاد حل لهذه الجزيرة ولكن في الفترة الأخيرة أنقرة أرادت أن تستبق الأحداث وأي تصعيد من قبل الأوروبيين وهذا ما حصل أو ما يحصل هذه الساعة فيما يتعلق بحل دولتين بأن يجب الاعتراف بجمهورية قبرص التركية لغير واعتراف فيها غير أنقرة ويجب أن تكون هناك لها الحقوق كباقي الدول ولكن السبب المزعج للعديد من الدول كما أشرت لك أعتقد هي ليس فيما تعلق بهذه المنطقة المستقلة والتي كانت خاضعة سابقة لسيطرة القبرص الأتراك ولكن المهم بالنسبة للجميع هي صروات الشرق المتوسط والتنقيب عن النفط وأعتقد هذا هو المقلق والذي يقلق العديد من الدول الأوروبية وعلى وجه الخصوص منها اليونان هل تعتقد أن تركيا في الخطوة التالية إن صح التعبير في هذا المسار ستقوم بتوسيع عمليات التنقيب في المتوسط انطلاقا من قبرص تركيا ومن المناطق المحيطة بها أم أن هذه الخطوة مؤجلة سيما وأن هناك شكل من أشكال التفاهم الدولي إن صح التعبير حول مسألة التنقيب في شرقي المتوسط شهدناها في الشهور الماضية سواء مع مصر سواء مع اليونان وهناك ارتياح أوروبي لهذا الانفتاح على المفاوضات على الأقل يعني أنا التصور أعتقد أنقر سوف تستمر فيما يتعلق بالحوار وخاصة مع اليونان في المرحلة المقبلة على الرغم من الحديث وتحدثنا قبل قرية عن التصعيد الذي حصل مؤخرا أيضا هناك تتحدث عن هناك طرق الباب القاهرة وإجراء محادثات مع مصر من أجل ترسيم الحدود من جديد ولكن سوف تبقى في مجال الجرف القاري بالنسبة لتركيا التنقيب عن النفط في جرفها القاري ولكن المحادثات والمفاوضات سوف تبقى مستمرة خلال المرحلة المقبلة شكرا جزيلا لك طاها عودة أوبلو الباحث في شأن التركي والعلاقة الدولية حدثتنا من إسطنبول